غذائية معينة يا دراوش راح تطيب المرة الجاية في ريال واشنه هي المادة الغذائية اللي راح تحكينا احنا بيناتنا يعني في الكواليس ننقلها في ريال في السوق يعني بالقفة ديالها وتجول في السوق شكرا لك في ريال وتحية ايضا لخدجة من الاسواق الجزائرية نرجع الى طلقة الشروق مورنين ونروح وإياكم الى العالم في محطات معلوماتية ونديروا ولا نجيبوكم دراسات جديدة وحديثة ومستحدثة من الجامعات العالمية وايضا المختبرات والمخابر الدولية ونتعرف على ابرز واجدد الدراسات وين ما كانت ان كانت محطات ولا ربما ان كانت معلومات ودراسات في الصحية علمية وغيرها تكنولوجيا وغيرها الاكيد انه كل جديد يكون حاضر معنا انتم تاني الى كانت قريطة دراسة ولا معلومة جديدة تحبوا تشاركوا بها ايضا مشاهدي والبرنامج ما عليكم غير ترسلوها وتتواصلوا معنا عبر مختلف صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي نقدروا ايضا نفتحوا عليها نقاش مع مختصين اللي يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو ومنطولوش عليكم نروحوا الى محطات معلومتية من بعد نرجعوا ما زلنا اللي هنا الى غاية العاشرة الى ربع ماذا في بشي الله اذا كنت تدخن السجائر فانت اكثر عرضة للاصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة ثلاثين بالمئة الى اربعين بالمئة مقارنة بالاشخاص الذين لا يدخنون وفقا لمراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها وكلما زاد عدد السجائر التي تدخنها زادت مخاطر الاصابة بالنوع الثاني من داء السكري وفقا لدراسة امريكية هناك طرق اخرى يمكن ان يزيد بها التدخين من خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني الى جانب ارتفاع الالتهاب يغير النيكوتين الموجود في السجائر وحرق الخلايا بحيث لا تستجيب للانسلين في الدم بعد ان تم التأكيد من قبل العديد من الاطباء على ان حقن البوتوكس هي امنة على الصحة واستخداماتها باتت تطال نواخي علاجية عديدة حيث لم تعد مقتصر على التجميل فقط تشير دراسة حديثة نشرت في مجلة سيونتيفيك ريبورت الى وجود خطر يمكن ان يغير البوتوكس وظائف مناطق معينة من الدماغ مرتبطة بمشاعرنا فمع وجود مادة البوتوكس في الجبهة تغيرت حركة العضلات لنساء استعملنا وبالتالي تعابيرهن الجسدية كانت اقل ما ميز الباحثين هو ان هذا العائق كان له تأثير على طريقة عمل الدماغ وتغيير المشاعر كشفت دراسة فلكية حديثة عن وقوع تفكك محتمل في الحلقات التي تدور حول كوكب زحل مشيرة الى زيادة حرارة الغناف الجوي للكوكب وفي ظاهرة وصفت بغير المسبوقة ومن شأن هذه الدراسة ان تساعد على معرفة ما اذا كانت كواكب اخرى في الكوكب لديها حلقات تدور حولها مثل زحل لم يسبق ان رصد علماء الفلك ظاهرة من هذا القبيل في مجموعتنا الشمسية ووسط توقعات بان تكون ناجمة عن وقوع تفاعل بين الكوكب والحلقات المحيطة به اذا كانت هذه محطات معلوماتي اللي من خلالها نجيب لكم ابرز واجدد الدراسات وينما كانوا ايضا حتى فقراتنا القارة في الصحة حاولنا نكيفوها على حساب شهر رمضان مختلف المواضيع اللي علجناها من قبل لكن هذه المرة راح نتناول ونحكو عليها تحديدا في رمضان كيفاش وليه طيب شكو فينا ولا فيكم انتمو مشاهدين الكرام موجعوش رأسو ولا كرشو ولا حسو ربما بمغص خفيف وراح لدواء دياله ولدواء القديمة دياله شرب منه ولا ايضا راح عند الفرمسيان ويشراء دواء بدون وصفة اكيد كلنا بلا ما نكذب وكلنا درناها كي كنا صغار ولا كي الناس اللي ما زال تدرها الى غاية اليوم خليني نقول فقط ساعات متعمدين وساعات عنجه الانسان على بلوش وساعات الانسان يقول لك باللي ميد اللي والو احيانا استهطار من احنا يا كاشخاص يقول لك خلي عندي دواء هذا شربته من قبل فادني وانفعني نعود نشربه وخاصة في رمضان صعب جدا انه الانسان يكون صايم كل اليوم ومن بعد في الليل يأكل بشراها يأكل بسرعة ولا يأكل ساعات مأكولات ما تولموش ما تساعدوش ساعات يخلط ايضا في الاكل خلينا نقولوها بالعامية ويكثر من الدوسم تحديد في شهر رمضان من مواد مقلية بطاطا من لحوم مشروبات غزية ومختلف المواد اللي تتسبب ربما في امراض ولا في بعض الاضطرابات الهضمية الحاصل انه في كرشنا في رمضان كارتا على كل حال هذا واقع نعيشه يوميا خاصة في شهر رمضان اليوم قررنا باش نحكو على التداوي الذاتي واثره ربما على صحة الانسان خاصة في شهر رمضان وينشكون المضاعفات اكتر واكتر وباش نحكو اكتر بهذا الموضوع راح يلتحق بينا بعد لحظات دكتور صيدلاني اكرم بولحشيش باش نحكو في هذا الموضوع ان شاء الله اسلام عليكم ان شاء الله ما يقيسكم بس كما ان نقوله ولكنها حقيقة الاستعجالات في هذا الشهر الفضيل رانا نقرأه في الصحف وكي ما كنا شفنا قررنا مقبيل في المانشت ولا في البنطة العارض كتبوا على الاستعجالات وحالات التسموم الغذائية وغيرها من الاضطرابات من بين الاسباب لتخلي الانسان يلتحق بالاستعجالات في شهر رمضان احيانا تكون استهلاك مواد الاستهلاك العشوائي للأدوية بعد هذا الجنجل راح نروحه ونحكو على هذا الموضوع تحديدا يلا فاصل صغير ورشعين اذا كما قلنا لكم التداوي الذاتي واثره وتأثيره على صحة الانسان خاصة في رمضان باش نحكو اكثر واكثر في هذا الموضوع نستقبل وإياكم في بلاطو الشروق مورنيغ اكرم بولحشيش اكرم صباح الانوار دكتور صيدلاني صباح النور يوسف صباح الخير عليك وعلى جميع متابعين قناة الشروق شكرا لك على قبول الدعوة مرة اخرى بداية قبل من تعامقوا في هذا الموضوع حكينا على حالة الصيدليات في رمضان اكيد يوسف حالة الصيدلية في رمضان المواطن الجزائري دائما يتقرب من الصيدلية اي عرض خفيف اي الم خفيف اي حاجة يحسها في البطن في سيستام دي جي ستفتعه في الم في رأسه الم في الدرس راح بطبيعة الحال يتوجه بالصيدلية وفي بعض الاحيان يطلب نصيحة من الصيدلية باش الصيدلية يوجهه في كثير من الاحيان شو كنوا صراحة يطلب مباشرة دواء من الصيدلي بدون الاستشارة الطبية وهذا هو موضوع اليوم ان شاء الله التداويئ الذاتي واللطو ميديكاسي طيب بنتنا يجيوك الناس قبل التراويح ولا بعد التراويح بكو بلوس بعد التراويح هي الفطرات اللي الناس يجيو فيها بزال طيب اهم الجوم اللي يقول هايلك المواطن كي يجي شري دواء بدون وصفه اهم الجوم اللي يقولك مباشرة تناطين هادك الدواء بدون مبررات ولا أسباب بدون مبررات أحيانا نسق سيوة قبل ما نعطيه للدواء كي يكون الدواء عنده دواء يستعمال معينة نتوجه بأسئلة معينة للمريض بش نعرفه وش من المريض حيأخذ هذا الدواء صغير كبير مرأة حامل مرأة مرضيعة بش نعرفه الشريحة للناس اللي رح يأخذوه لك الدواء طيب وشنه هي أبرز التبريرات اللي دايما تكون على لسان المواطن أبرز التبريرات يقول لك خدم في يده هاداك شربته منقبل وفادمي وفن الده فاني مولفن الده شربته يمه وجربته شربته يمه شربته مندخالتي لي بوما تقول لك فادتها أنا ثاني تتفيدني ولا جار وشرب دواتها على الدرسة يقول له أشرب هذا الدواء جربه مليح جربه وخدم فيه أنا ثاني ثاني ده صح فهذه أبرز له هبارات اللي يكررها للمواطن جميل جدا طيب خلينا نبدأ موضوعنا مباشرة وشنه هو التداوي الذاتي؟ نعم كنجو نعرفه يوسف تداوي الذاتي هو بكل بساطة أخذ دواء بدون استشارة طبية كنحكيو على الاستشارة نحكيو على رأيي تاع الصيدلاني دكاترة في الصيدلاء أولا الدكاترة في الطب أو بدون وصفة طبية نحكيو على وصفة طبية نحكيو على زيارة الطبيب نحكيو على تشخيص المرض باش الطبيب يعطي لك الوصفة الطبية اللي فيها مجموعة من الأدوية لعلاج للمرض التاعك هذا فيما يخص تعريف التداوي الذاتي مش لازم يكون مرض حتى اضطراب تقدر تكون اضطرابات نعم تقدر تكون أعراض اللي عندها فترة فقط وتروح فما وش بالضرورة مرض حسب وزارة حسب منظمة الصحة العالمية كان دراسة تقول بي أنه أكتر من خمسين بالمئة من الأدوية الحائزة على رخصة استهلاك ورخصة ولوج السوق تستهلك بطريقة عشوائية الطريقة العشوائية يعني بدون وصفة طبية وبدون استشارة طبية يعني نسبة كبيرة أو حالية نسبة كبيرة من الأدوية تستهلك هكذا عشوائيا بالنسبة للجزائر وزارة صحة كذلك تقول بي أنه خمسين بالمئة من المواطنين الجزائريين يستهلكوا الأدوية بدون وصفة طبية بدون استشارة طبية ماذا أعفوا يجو مباشرة للصيدلية يطلب دواء معين بلا ما يحاول ليستشير الصيدلي بش يوجه على حساب الحالة تاعه أو يروح يدير استشارة عند الطبيب بش يوجهه للصيدالي بوصفة ويأخذ أدوية على حساب العراض تتاعه ولمارض تتاعه جميل لما نقوله خمسين بالمئة نقوله أيضاً النصر الآخر عنده ثقافة صحية أكيد أكيد نشوفه الجانب المشريق ونشوفه دائماً الجانب المملوء من الكأس الجانب المملوء من الكأس كين نعم كين مواطنين بزاف عندهم ثقافة صحية ويجوا ويستشيروا ويسألوا ويحبوا يعرفوا وهذه عفزة تفرح نحن رأنا حضرين في مواقع التواصل الاجتماعي في كل يوم يوسف توصلنا أسئلة من الناس حيبين يعرفوا معلومات على أدوية معلومات على مواد تستعمل للبشرة توصلنا لعديد من الأسئلة هذا إن دل فإنما يدل على أن المواطن مازال مهتم صحته مازال مهتم تقفص الحياة أيضا نقطة نحب أن نلمسوها اليوم وهي الوصفة المكتوبة في علبة الدواء أو لا بالعالمية نقولها لانوتيس لانوتيس أكيد الجزائريين بزاف ما يقرأوا لانوتيس بداية حتى ولو أعطاها للطبيب ولو الصيدلي جيب العلبة يشربها مباشرة صحيح لانوتيس يوسف نلقى فيها شقعين كين متوفرة باللغتين نلقى فيها باللغة العربية وباللغة الفرنسية ولانوتيس عفوا موجهة لكامل فئة المجتمع متى أي إنسان مهما كان المستوى التعليمي تاعه لو كان يحكم لانوتيس هذيك ويقرأها راح يقدر يفهمها بشكل عادي يعني الإنسان ما عندهش عدر ما عندهش عدر يقدر يفهم الآثار الجانبية موانع الاستعمال طريقة الاستعمال طريقة الاستعمال كذلك الجراعة الأصوى لما لازمش الإنسان يتجاوزها ولكن ما حبش يقرأ لانوتيس قالنا يا من ما كساش راسي مع لانوتيس مقرأها يقدر يطلب نصيحة من عندنا من عند الصياد إلا إذا لا نوتي سلاف سلولة لازم نقرضيها في علب الأدوية ما شي نرميها ولا نبحروها لأنها مهمة جدا لو كان نجو يوسف الآن نحكيه على أنواع التداوي الذاتي نقدر نقسمها إلى ثلاثة أنواع النوع الأول من التداوي الذاتي هو أنه الإنسان كما كنا نحكيه من قبل يجي للصيدالية ويطلب مباشرة من الصيدالي دواء هذا النوع الأول هذا نشوفه بزاف مع نوع من الأدوية هي المضادات الحيوية يجي يطلب مباشرة مضاد حيوي وهو ما هو متأكد من المرض اللي عنده من العدوى اللي عنده نوه بالذكر بأن المضادات الحيوية هي أدوية للعدوى البكتيرية نحن يجي نحكيه على الميكروب الإنساني مرض أخرج الجسم التاعه هدو ميكروب معين الميكروبات كأن مجموعة من الأنواع عندنا الفيروسات عندنا البكتيريا عندنا الفطريات وعندنا كذلك لشومبينيو ولا الفطريات الضارة هذه الأربع أنواع هو ما روش عارف النوع التاع الميكروب الذي يدخل الجسم التاعه لكن بصفة مباشرة يطلب مضاد حيوي من الصيدالي إذا كانت حقيقة عدوى بكتيرية المضاد الحيوي هذاك رح يخدم فيه ما فيها بس لكن إذا كانت العدوى فيلوسية ولا تكون طفيلية ولا تكون فطريات هنا هذا المضاد الحيوي ما رح يفيده فاله بالعكس المضاد الحيوي اللي اليوم خديته وبدون سبب غدوى البكتيريا رح تتعرف على هذه المضاد الحيوي ما حاش يخدم فيها إذا كي أن الناس تشتهلك تاني طبيب المضاد الحيوي كي تروح لعند الطبيب رح يعطيه لك على فترة مثلا عشر أيام والأخمسطاشين يوم هو على بال وعلاش باش البكتيريا هذيك تموت كامل في حالة ما إذا يبقوا بعض من البكتيريا انت تحسب الأعرض راحة تسيبون إلا كنت مريد بالقراجم تحسب اللي راك مليح إلا كانت عندك لابسي تحسب اللي راك مليح لكن البكتيريا ما تكملش ترثمون تاعك هذاك الانتيبيوتيك البكتيريا راح تبقى راح تتعرف على هذاك المضاد الحيوي في المرة القادمة تعطي لها نفس المضاد الحيوي ما راح يفيد فيها ورايح لازم تطلع المضاد الحيوي أقوى نوه بالذكر بأنه كائن مجموعة من المضادات الحيوية كائن الليستة بينة ما زادتش ما يش تزيد هاد الليست بالتالي عندنا قائمة معينة من الأدوية في هذه الحالة ربما يؤدي إلى ضعف المناعة نعم بطبيعة الحال انت الجسم تاعك شغل راك تفنين فيه الجهاز المناعي تاع الإنسان يدير إلتهاب عنده حواجة دفاعية اللي راح يخدم بها انت في كل مرة راح تعطي له أنتيبيوتك أنتيبيوتك راح يقائي راح مباشرة يقتل هذه البكتيريا ما راح يعيي الجهاز المناعي تاعك ما راح يخليه يدير آليات مقاومة وآليات دفاع بالتالي راح راح بطريقة أو بأخرى تفنين هذك الجهاز المناعي تاعك وكذلك لازنبيوتك في كل مرة راح تروح لأنتبيوتك وداخر مضاد حيوي قوي في نهاية الأمر راح تلحق لنهاية تعالى لازنبيوتك ويقدر واحد ما يفيد فيك كذلك بالنسبة نخمه مشغل على الهنا نخمه في الأجيال اللي راح يجاية يوسف يقدر من نهر واحد آخر جميع البكتيريا والمقاومة اللي زنبيوتك اللي راح يجاية كيفاش إلى وصيبة بعدوة بكتيريا وهذه البكتيريا كانت مقاومة النوع التاعها مقاومة العدد كبير من المضادات الحيوية كيفاش راح ندو ولدنا والأجيال اللي راح يقادم بالتالي الإنسان ما يكونش آناني يكون عقلاني يخمم في روحه ويخمم في الأجيال اللي راح يجاية هذه في الحالة الأولى هذه الحالة الأولى النوع الأولى من المضادات الحيوية النوع الأول عفوا من نوع التداويد ذاته النوع الثاني هو إنسان شرى دوا من قبل دوا هدك خدم فيه فات فيه في المرة القديمة بمجرد بأنه يحس بعارض مثل العارض اللي يحسوا من قبل ولا عارض مشابه للعارض اللي يحسوا من قبل يذهب بطريقة مباشرة يستهلك الأنتيبيوتك وهذا خطأ ولكن ما حكينا عفونا مع الأول قلنا باللي ممكن يرأي عليك واحد من العائلة قال طفلها شرت بومادة سيتها خرجت عليها ترح جنراليزي هذه البومادة على كامل زياد تحب كامل زياد سيت هذه البومادة بيسك إيفيكاس في الحالة تعاك صح إنسان واحد أخر تقدر تجعله حساسية في الجد لأنه واحد من المكونات ما تواتيش جميل جدا في هذه النقطة تحديدا أنا مدبيات تشفى ورحبسنا بس كولي أني كوبيتك سامحني فقط ولكن حبيت فقط نفتحها المجال للاتصالات المشاهدين والمشاهدات واحد ولا اثنين نظرا لذيق الوقت نحبوا يشاركونا ربما تجاربهم في الحياة الناس اللي شرعت وجربت التداوية الذاتي ساعدها ولا ما ساعده من اللي بدا رمضان تحديدا مدبينا تتصلوا بنا وتحكونا يومياتكم في رمضان يلا نرجع عليك دكتور ونكمله معك نعم قلنا هذه النوع الثاني من أنواع التداوية الذاتي لو نجيب نحكيه على النوع الثالث من أنواع التداوية الذاتي وهو النوع الأخطر أنا بالنسبة لي نتحدثه على المرضى اللي عندهم أمراض مزمينة نحن في بصيفة عامة نعرفوا باللي اللي عند مرضى مثلا ضغط الدم أو المرضى السكاري ما هي أمراض شائعة عند الجزائريين أمراض شائعة عند الجزائريين اللي نلقوها بزاف منتشرة في كل ثلاث أشهر يأتيك بوصفة جديدة باش يعاود يجدد ثلاث أموت تاعو لكن قبل ما يجيك بوصفة جديدة من المفروض أنه يروح عند طبيب تاعو باش إلا كان لازم فحوصات معمقة يدير الفحوصات هذيك إلا كانت لازم تحاليل معينة يدير هذك تحاليل حتى الطبيب راح يقيم الخطة العلاجية اللي يدرها مع هذك المريض قال دوه هذا صح روي إيفيكاس للمريض هذا ما رويش إيفيكاس نزيده في الجرعة نقصه فيها نبدله كالكوموليكول نزيده نقصه طبيب راح يقيم بعد ثلاث أشهر هذه المدة علش يديرو ثلاث أشهر لأنه بعد ثلاث أشهر طبيب راح يقيم المرحلة اللي فاتت أسكنت صح فعالة بالنسبة لذلك المريض ولا لا لا الخطأ الشائع أنه المرضى يجون مباشرة للصيدالية ودول اللي كان يشربوا في ثلاث أشهر اللي فات ويجي بطريقة مباشرة يقول لك عاود أعطيلي هذك الدول ويجي يشربوا وفي بعض الأحيان يوسف مش غر ست شهر لحقت العام لحقت العامين لا يرجعش للطبيب لا يرجعش للطبيب يقول لك أنا آيان عاود أنه ولي للطبيب ويقول لك هنفريفي وحكاية والليل راح للسبيطة يقول لك الغاشي وكذا فيجيب أعدار صراح أحيانا مش فقط المشكلة يكون مادية ولكن أحيانا هي ثقافة يقول لك خليلي تفني أنت يقول لك لا لا نعي خليني ما نشقاعد نخدم بعيد علي طبيب ندير لاشان سنة أكيد هو يجب أعدار أعدار واهية أعدار واهية روحه لأنه الصحة تستاهل كل تضحية والإنسان نهار يفقد الصحة تاعه لتم يعرف تمن استهتارها أصحة تاج على رأس الأصحة فقط باش ما نطولوش عليك أيضا نقطة الحب النقيسة واللي هي الناس اللي عندها في البيت ديالها يعني خزانة محطوطة فيها مجموعة من الأدوية بداية ما فيهاش حتى العلب باش ما تحكمش المكان ينحيولها العلب ينحيولها نوتيس ولا كل المعلومات ويرموهم ويخلوا العلبة محطوطة حتى ساعات وين تكون ربما تاريخ انتهاء الصلاحية موش موجود يقول لك عندي سيموامل لشيكها آه ما تكونش ماتت هكذا يقول لك لا لا مش كيتش تكون ماتت ومبادي عاودي يستعملها مع لبلو وين تصلح لا تصلح للكبير للصغير يعني وين شربها عادية أكيد هذه الأخطر بقى إلا آه نعم خطيرة هذه نعم المريض من المفروض أنه الدواء يخليه كيماره العلبة كيماره فيها تاريخ الإنتاج وتاريخ نهاية الصلاحية والداخل فيها لا نوتيس معلومة كذلك أنه هو لها الدواء نخليه في مكان بعيد على الضوء وفي مكان بعيد على الرطوبة لأنه الدواء يتأثر بالرطوبة يتأثر بالحرارة ويتأثر بالضوء بالتالي التركيبة الكيميائية هذه سوف تفقد الصلاحيتها سوف تفقد صلاحيتها وفعاليتها سوف تنقص وبالنسبة للناس سوف نقاطعك وبالنسبة للناس يتحط الدواء في فريجيدر فريجيدر ليس كامل الأدوية في فريجيدر هي جنران بصفة عامة درجة حفظ الأدوية تكون من 5 دراجة حتى 25 دراجة سيلا تمبراتور أمبيونت التي تخليها بصفة عادية ليس كامل الأدوية تحفظ في درجة فريجيدر تلقاها شغل ما صحة فريجيدر تكامل جزائريين يرتفح البابلو تلقاها مستفين تلقاها الدواء تلقاها مستفين فهي ليس طريقة صحية يعني بش نتفهمه ليس طريقة صحية وليس تأثر على الدواء بطريقة سلبية درجة الحرارة قلنا أقل من 5 دراجات راح تأثر على على استطابلية تهدد الدواء مش بالضرورة أنه الدواء يفقد الفعالية لكن بش يبقى على أكبر قدر من الفعالية ممكن نخليهم درجة حرارة من 5 إلى 25 درجة معلومة كذلك ملاحظة مهمة أن الأدوية تانا يا جماعة نخلوها بعيدا عن متناول الأطفال من 11 مكان من الأطفال يقدروا يلحقوا لها ولا يقدروا يشوفوها لأن يا جماعة حضرنا وشفنا تسمو ما تقصت الأطفال الصغار ودرت لهم مضاعفة خطيرة الجهاز المناعي يتطور الجهاز كامل وظائف الحيوية في جسم الطفال الصغير ستطور في بداية تطور فبالتالي ما شيف في البداية يكون على احتكاك مع هذه التسمومات ومع هذه الأدوية التي تقدر تكون خطيرة الجهاز الحصابي من بعد على كامل وظائف الحيوية التي كان في جسم بالتالي هذه ملاحظة كذلك مهمة جميل بش نكونوا منصفين ومن ربما ما كنوش جلاد المواطن شكو أنو المسؤول على هذا الأمر تحديداً هل هو الصيدلي أو المواطن الذي يفرض على الصيدلي أنه يشتري هذا الدواء خاصة أنه يوباه دون وصفه المسؤولية يوسف يتحملها الجامعة هذه يتحملها الصيدلي يعني مشتركة والمختص الصحة بش نشره التقافة الصحية لهذا السبب رانا في مواقع التواصل الاجتماعي رانا اليوم معكم في هذه الحصة بش دائماً كونو في تواصل مباشر مع المواطن ونلحقوا له المعلومات اللي راهم عندنا كذلك المسؤولية تحملها المواطن المواطن نروا مطالب أنه كيدخل الصيدلي يبحث على الصيدلي يطلب استشارة من الصيدلي احنا رأنا في الصيدلي يا جماعة لخدمتكم أنا في الصيدلي بش نجاوب على استشاركم أكيد جميل جداً بش نبقى دائماً في هذا الموضوع نروحه إلى الأخطار والمضاعفات هذه الأدوية والتداوية الذاتي خاصة في رمضان على بنا في اليوميات العادية فيها مضاعفات فما بالك في شهر رمضان إنسان يوم كامل هو صايم وين بدي يفطر يكون شوية ويبدأ بالدواء العشوائي بطريقة يعني عشوائية ولهيستيرية حتى يعطيك صحة يوسف أخطار التداوية الذاتي كان مجموعة من الأخطار لا ثوى الدواء سمحني فقط نقاطعك لكن عندي إضافة في هذا الموضوع كان الناس وين يقول لك نبدأ بالدواء بشي نقدرنا أكلها زي ما يفتحه والله بيت يقول لك ما نيشي مني يح لازم نشرب الدواء بشي والدواء على الفراغ يوسف كان أدويات أخذ على الفراغ مش نتفهمه لكن نرى نهضره على الدواء ليس يعطيهوك طبيبي يتأكله وحدك هكذا نفحت لك على بالك كما قلنا على بالك الدواء لما تأخذوا على الفراغ الامتصاص سيكون بزاق قوي بالتالي الجروعات حتى الجروعات سيكون نضرقوا إن شاء الله لهذه النقطة حتى الجروعات لما تكون في الدم الامتصاص يكون بزاق تكون في الدم بنسبة كبيرة هذه ما يشملي حل الجسم أو أكيد الأخطار أيضا ستكون كبيرة أكيد من الأخطار تدويد ذاتي مدام حكينا على هذه النقطة فيما يخص الجروعات لما نروح مباشرة ناخده دواء بلا استشارة بلا رأي طبيب وين على البلنا نحن باللي هذه الجرعة هي الجرعة الفعالة تاعد الدواء حتى ولو كان العارض هذا كوة والدواء هذا كوة للعارض في بعض الأحيان ما نلحقوش للجرعة الفعالة تاعد الدواء بالتالي دواء ما يخدمش فينا ما يخدش الدوائيين خدش حنا ما عرفنا ما نستعملها وفي بعض الأحيان نزيده في الجرعة وفي هذا الحال راح ينقلب الأمر إلى ضده ونولون عنه من تسمم من هذاك الدواء هذه النقطة الأولى فيما يخص الجرعة نقطة أخرى نطرقو لها نقطة مهمة جدا هي تفاعلات الدوائية لازم نفهمه باللي دواء يقدر يتفاعل مع دواء آخر ومشي هذه برك دواء يقدر يتفاعل مع غداء دوك نعطيه أمثلة مثلا المثال الشائع المرضى المصابين بضغط الدم أو المرضى الذين لديهم مشكلة في التخطر في الدم يتخطر نعرف أن الدم يتخطر يقدر يبوشي العلوك للإنسان يكون لديهم مضاعفة خطيرة يقدر تجلطة في الرئاتين أو تقدر تكون جلطة دماغية بالتالي يأخذوا أدوية مضادة لتخطر هذه الناس نعرف من بين الأدوية الشائعة التي يستهلكها المواطن الجزائري هي الأسبيرين شوية يوجعه راسه أو شوية الحمى أو شوية يحس الدقديق في الجسم الأسبيرين تفاعل مع مواد غذائية معينة الأسبيرين تتفاعل مثلا مع الأدوية هذه الأسبيرين التي نحكي عليهم من الناس الذين يأخذوا أدوية مضادة لتخطر ومع الغذاء ويأخذوا هذا الأسبيرين الأسبيرين بجرعات منخفضة ستجري الدم ثاني بالتالي هو روض ذواء لجري الدم وإذا يأخذ الأسبيرين يقدر يكون عنده نزيف يقدر يصرانه نزيف فهذا موش من صحبه مدام تطرقت النقطة تتفاعل الأدوية مع الأغذية كن أدوية نعم تتفاعل مع الأغذية نبقى في نفس المثال الأدوية المضادة لتخطر كن أدوية مضادة الفيتامين كا هذه أدوية كيف ? جري الدم مضادة للتخطر كن يوسف بعض الأغذية غنية بالفيتامين كا بالتالي رأي مضادة لهذا الدواء إذا كانت هذة شربت هذا الدواء لا سيفيد بك كما يجب الحال نحكيه مثلا على الشلده هذه غنيه بالفيطامين ك LOVE نحكيه على السلق نحكيه كذلك ؟ هذه الطعام الخضر غنيه بالفيطامين ك بالتالي الفعالياتوں لا سيكون كبيرة كذلك الناس الذين يعنيوا من الأنمي ويأخذوا الحديد ويأخذوا مبره مباشرة الشي الشي يكسر رح يشنحين الفعاليات لتهيا بالتالي لا سجنmnى ce只是 الأنوosis هذه ثانية نقطة نوحو做 الأخطار كان مجموعة من الأخطار الأخرى التي تقدر تكون على صحة تقدر توصلوا حتى إلى المستشفى وتكون يطلب المساعدة من أطباء نبقى دائما في هذا الموضوع نشوفوا الناس ربما أنه رانا في رمضان يأكل بعد يشرب الدواء ويرقد كان بعض الأدوية ربما اللي يقول لهم الطبيب لازم تشربوا تريح تأخذ راحة كما تشي ترقد مباشرة لكن الناس لضيق الوقت ولا لمعرفة خاصة دائما نقوله إشرب دواء ويرح يرخوا تقول لك أنا ما عندي وقت ولا ما نقدرش صحيح كان أدوية وان مثلا لازم بعد ما تأخذ هذه الدواء تأخذ فترة تمشي فيها كان دواء يقول لك ما تستلقيش مباشرة لأنه يقدر يدر انخفاض في ضغط الدم كان أدوية تانيت الناس تحصل فيها كان أدوية يوسف لكن الناس لا تعطيها أهمية هذه الأمريكات ربما يشوفوهم بسيطة كيف نشرب دواء لا نستلقيش كيف نشرب دواء لازم نمشي فالناس لا تأخذ هذه التوجيهات بعين الاعتبار بمحمل جدا أكيد كان مثلا يوسف بش ما ننسى المثال برك كان أدوية ياخدوها مرضى ضغط الدم هذه الأدوية مديرة للبوت بالتالي كان المرضى اللي ياخدوها عند الإفطار ويرحوا مباشرة يصليوا صلاة التراويح ونعرف بأنه المدير اللي يستوجب دهاب للمرحاد ويبقى في كل مرة يحبس صلاة ويروح للمرحاد ويحبس صلاة ويره المرحاد هذا الأمر يدينون جاه فبالتالي نصحهم أنهم ياخدوا هذا النوع من الأدوية مباشرة بعد صلاة التراويح لكي يتجنب هذه المشكلة ماذا بنا نتحدث عن الأخطار التداويذاتي يالله كملوا هذه ونخدموه نظرا لضيق الوقت نخدموه بنصيحة جميل جدا إذا من بين الأخطار هي الزيفي سيقوندر الأطار الجانبية هذه الأدوية الإنسان لا يكونش عارفهم ياخد الأدوية هذه مباشرة كان أدوية اللي في بعض الحالات تدفيد في بعض الحالات عندها مضاعفات مثلا أبسيدونتار رح نأخذ مضاد حيوي وعندي عدوة بكتيرية يزيد هذا التهيوج يزيد هذا التهيوج القيح يزديه في وجه التالي الإنسان وتولي لازم تدخل جراحي باش نحيوه كان كذلك مجموعة من الأطار الجانبية والصيدالي وعي بها المريض قبل ما ياخدها ولازم على الإنسان أنه يخذ بالنصيحات الصيدالي قبل شراء الدواء قبل استعمال الوصفة أيضا في الختامة ربما نصيحة توجهها كل المواطنين نصيحة نوجهها لكل المواطنين أنهم يستشيروا الطبيب والصيدالي قبل أخذ أي دواء والمثل اللي يقولوا سكسي المجرب ومتسكسي الطبيب شوفوا الطبيب هو الخابر الصحة وصيدالي هو الخابر الدواء راهم مجربين داروا تجارب وهما المجربين في المجال تاع الصحة فبالتالي استشيروا الطبيب واستشير صيدالي نصيحة أكثر من رائعة نصيحة من ذهب ماشي جارك ولا أختك ولا أخوك ولا هو المجرر أكيد شكرا لك أكرم بول حشيش كنت ضيف معنا اليوم برنامج شروق مورنينج راح نلتقي مرة أخرى شكرا لكم أكيد مشاهدا الكرام حداري من استعمال الأدوية بطريقة عشوائية خاصة بعد الإفطار قادرة أديكم حتى إلى الاستعجالات إحنا حابين نقصو الضغط على الاستعجالات فلسلامتكم أخطوكم